تنمية الإنتاج الفلاحي خاصة قطاع الحبوب من أهم ما تسعى له الحكومة وبما أن الجزائر تواجه تحديات كبيرة في هذا القطاع فقد تم وضع مشروع لإنجاز عشرات صوامع تخزين الحبوب ضمن البرنامج الوطني لإنشاء 36 صومعة تخزين بسعة 250 ألف قنطار للصومعة الواحدة بالإضافة إلى 350 مركزاً جواري بغية رفع قدرات التخزين إلى 90 مليون قنطار قبل نهاية سنة 2025 في وقت تواجه فيه الجزائر تحديات كبيرة في مجال تخزين الحبوب فوفقاً للبيانات الحالية لا تتجاوز قدرات التخزين في الجزائر 30% وهو ما يشكل عائقاً كبيراً أمام تحقيق الأمن الغذائي لتجاوز هذه التحديات وضعت الحكومة الجزائرية خطة طموحة تهدف إلى تعزيز قدرات التخزين مما سيساهم في الحفاظ على المحاصيل وتحسين نوعية الحبوب المخزنة ويتوقع أن يساهم هذا المشروع الضخم في تحسين الأمن الغذائي للبلاد وتوفير ظروف أفضل للفلاحين وبما أن محاصيل الحبوب في صحراء الجزائر تشهد نجاحاً نتيجة عوامل متعددة إلا أنها تشهد نقصاً حاداً في فضاءة التخزين الأمر الذي دفع الفلاحين لتخزينها في الهواء الطلق وتشهد ولايات الجنوب خاصة نقصاً حاداً في فضاءات التخزين مما يدفع الفلاحين إلى تخزين محاصيلهم في الهواء الطلق معرضين بذلك محاصيلهم لعوامل التقسي والتلف بالإضافة إلى ولايات الجنوب تواجه الولايات الكبرى والتي تشهد إنتاجاً كبيراً من الحبوب أيضاً نقصاً في مرافق التخزين هذا النقص يؤثر سلباً على قدرة الجزائر على استغلال إنتاجها الزراعي بشكل كامل وفعال ويعوق جهود تحسين بما أن الجزائر واجهت صعوبات تخص تخزين الحبوب خاصة وأنها تشهد محاصيل وافيرة خلال موسم الحصاد الحالي إلى أن الجزائر في المصاري الصحيح للارتقاء بالقطاع خاصة مع مشروع صوامع تخزين الحبوب الذي يشدد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وذلك لمساهمته في مجابهة التحديات وتحقيق الأمن الغذائي في البلاد الأمر الذي سيسمح بالحفاظ على المحاصيل وتحسين نوعية الحبوب المخزنة ترجمة نانسي قنقر